بسم الله الرحمن الرحيم دائما نحن في الموعد تلميذ وتلميذات المستوى الخامس ابتدائي مع حصة النشاط العلمي تبدد الضوء من خلال الحصة الأولى حصة الضوء بيد من خلال هذه الحصة سنتعرف على تبدد الضوء أي كيف يتبدد الضوء كما رأينا من خلال أهداف التعلم لماذا نتعلم هذا الدرس لنحقق الأهداف التالية بالنسبة للهدف الأول اكتشاف ألوان طيب الضوء الأبيض لكي نكتشف ما هي ألوان التي تخرج أو تنعكس أو نستنتجها من الضوء الأبيض ثم الهدف الثاني هو التوصل إلى معرفة أسماء بعض الألوان توصل إلى معرفة أسماء بعض الألوان مثل أخضر أحمر أصفر إلى غير ذلك من الألوان إذن من خلال هذا الدرس ومن خلال أنشطة التمهيدية سوف نضع سؤالا مهما جدا في بداية الحصة وهو ما هي ألوان طيب الضوء الأبيض إذن الضوء الأبيض ما هي الألوان التي يعطيها لنا إذن من خلال هذه الصورة يتضح على أنها تشمل طيب الضوء الأبيض أي الألوان التي يمكن أن نستخرجها من الضوء الأبيض أو الذي يعطينا إياها الضوء الأبيض من خلال طيبه إذن من هذه الألوان فهي تبدو من اليمين إلى اليسار طبعا لدينا الأحمر لدينا البرتقالي وهو القارب من الأحمر لدينا الأصفر وهو القارب من البرتقالي الأخضر الذي يقترب من الأصفر ثم النيلي وهو لون أزرق فاتح ثم اللون الأزرق ثم اللون البنفساجي إذن كل هذه فهي ما نسميها بألوان طيب الضوء الأبيض وسنتعرف على هذه النتائج من خلال هذا الدرس إذن ننتبه جيدا إذن من خلال الآن شرطة الاستثمار سوف نقرأ أولا ما يسمى بفيديو قصير سوف يعطينا فكرة عن تبدد الضوء إذن هذا الفيديو سوف نلاحظه أولا لها التجربة لاحظوا الآن لن نخيل القرص بهذه ثم هذا القرص عندما أصلت عليه الشاعات الشاعات المسباح مثلا نلاحظ على أنه نلاحظوا الألوان الموجودة على الحائر وهي ألوان مختلفة هي ألوان طيب الضوء الأبيض وهذه الألوان هي العكاس لحطو الأبيض على القرص الملوء كما رأينا الآن من خلال هذه الشارعة القثير تعرفنا على كيف يأكس الضوء الأبيض وكيف يتبدد وتخرج منه ألوان أو يعطينا ألوان أخرى وهي ألوان طيبه إذا لاحظوا جيدا نستعمل القرص المضغوط لعكس ضوء الشمس كما رأينا الآن هنا استعملنا ضوء المصباح وليس ضوء الشمس إذا عندما نستعمل هذا القرص المدمج أو القرص المدمج مع المصباح ماذا نلاحظ على الحائر إذا على الحائر طبعا كما رأينا في الشارع فإننا نلاحظ بقعة ضوئية ملونة ثم كتساؤل ثاني فهو ما هي الألوان التي تظهر على البقعة الضوئية الملونة أي ما هي هذه الألوان أو كم عددها إلى غير ذلك إذا من خلال هذه الصورة التي رأيناها في هذا الشريط يمكن أن نكتشف الألوان التالية عندنا أولا الأحمر ثم الأخضر الأزرق البرتقالي الأصفر النيلي والبنفساجي إذن كل هذه الألوان وهي عددها هي السبعة هي التي تظهر لنا كما رأينا في الدرس السابق في ألوان قوس قوزح إذن من خلال هذه هذا الشريط وهذه تعرفنا على عكس كيف يحكي تظهر في الصباح هذه الألوان على هذه الأصفر إذن لاحظوا جيدا لدينا هنا شريط آخر وهو شريط يعكس ما يسمى بتبتد الضوء الأبيض لاحظوا جيدا إذن نلاحظ لاحظوا استعمال المشور لاحظوا كيف تنهكس هذه الأدواء بفعل المصباح إذن لاحظوا نفس الألوان التي رأيناها منذ قليل نحن إذن فهي نفس الألوان التي رأيناها الآن إذن ما هي الأدواء التي تنبتق من المشور إذن هذا المشور الذي رأيناه الآن ما هي الألوان التي تنبت منه طبعا هذه الألوان هي ألوان طيف الضوء الأبيض إذن مثل ما رأينا سابقا إذن هي نفس الألوان السبعة التي رأيناها في السابق ثم ماذا تكون هذه الألوان إذن هذه الألوان ماذا تكون فهي طبعا تكون ألوان ألوان قزح التي رأيناها سابقا إذن من خلال ما سابق يمكن أن نستنتج ما يلي إذن عندنا الاستنتاج الأول يتبدد الضوء الأبيض فيعطي طيف المكون من أضواء ملونة أي أن هذا الضوء الأبيض الذي رأيناه من خلال الدرس الأول فإنه يتبدد ويعطي طيف مكون من أضواء ملونة التي رأيناها في قوس قزح ورأيناها كذلك في الشارط الأخير الذي استعملنا فيه الموشور ثم بالنسبة الاستنتاج ثاني فالألوان الرئيسية لطيف الضوء الأبيض وهي بالترثيب إذن عندما نقول ألوان الرئيسية لطيف الضوء الأبيض فهي بالترثيب أي دائما نبدأ من اليمين إلى الياساء أو من هذا اللون الذي هو اللون الأحمر إذن عندنا أولا اللون الأحمر كما نرى على الصورة هنا ثم بعده يأتي البرتقالي ثم الأصبر ثم الأخضر فالأزرق فالنيلي ثم أخيرا البنفسجي إذن هذه هي الأدواء الرئيسية التي رأيناها الآن إذن من خلال هذا الدرس تعرفنا على الأدواء الرئيسية لطيف الضوء الأبيض ثم أشكركم على أسن انتباهكم وإلى اللقاء في حسة أخرى إن شاء الله ورمضان مبارك شكرا على انتباهكم